هي انتخابات جديدة إذن هذا ما قطع به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التكاهنات السابقة والجدل حول مجريات المشهد السياسي بعد فشل المحادثات التركية التركية لتشكيل حكومة اتلافية بين السلطة والمعارضة أردوغان يكلف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها إدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة سيسعى فيها حزب العدالة والتنمية إلى حظل الأغلبية لتشكيل الحكومة أوغلو بدوره دعا أحزاب المعارضة إلى المشاركة في هذه الحكومة المؤقتة ليأتي رد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة سريعا على لسان المتحدث الرسمي باسمه هو أن الحزب ونوابه لن يشاركوا في هذه الحكومة تركيا التي تشهد تغييرا واضحا في ملامح مشهدها السياسية من خلال دخول الأكراد لأول مرة في البرلمان تشهد أيضا تغيرا في ملامح مشهدها الأمنية ويعد تفجير مدينة سروج هو نقطة التحول في مواقف تركيا تجاه حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة فالحزب الذي يتهم أنقرة بدعم التنظيم يتهمها التنظيم بما يتهم به كل الحكومات الأخرى فأتى رد أنقرة على هذا وذاك بإعلان الحرب عليهما والتي كانت آخر نتائجها ما علنه الجيش التركي اليوم عن قتل 35 مقاتلا من حزب العمال الكردستانية بقصف جوي على مواقعه في جبال قنديل بشمال العراق وجنوب تركيا فهل سينجح حزب العدالة والتنمية بحظ الأغلبية في الانتخابات القادمة أم أن لأحزاب المعارضة مفاجأة أخرى